السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب الصف السادس في درس جديد من دروس الرياضيات معكم مدرس حسن الحسين نكمل سلسلة دروسنا أعزائي الطلاب وصلنا إلى كنو ديار لندرما التي هي تقييم الدرس أو الموضوع تمام؟ لدينا هنا بعض الأسئلة سنجاوب عليها مع بعض نبدأ بالسؤال الأول يقول السؤال يوكاردك هدف تحت سندق لدي في الأعلى اللوح الأهداف نضرب عليه اسم أو نضرب عليه بشامة يعني إذا اصابنا لنطق الصفرة سنأخذ عشرة نقاط ماضي بولغية وفرون لارا بشبوءان في المكتدر يعني بيحصل على خمس نقاط إذاً هون عشرة هون خمسة الأزرق بين بي بولغية وفرون لارا بشبوءان القربز الأحمر أو الزهري ثلاث نقاط اللي بيسيدها طيب قطية التشار قطش كل واحد بيضرب ست مرات قطية كي هدف سري يعني هو صاب اللون الأصفر إذا خلينا نكتب قطية هذا قطية نرسم جدول سري الأصفر ماوي بيمبي طيب صار الأصفر قطية تنتين نجي على المعفية بيمد دفاع ماوي إذا المعفية واحدة أوج دفاع بين بي ثلاثة مجموعة ستة لأنه هنا كل واحد يرميس الطلاقة نكمل ونشوف مأمين مير V مير V أخواته مير V أول إزاة أفضل ، إذا الأصفار ثلاث مرات إكي دفا ماء V ، سنتين للأزراء بير دفا بين بي طيب بير دفا بين بي بالغسل نريد أن نجد نقاط عطية و النقاط التي حصلت عليها مجموعة النقاط نحن الأصفر كان عشرة نقاط وهي كانت خمسة وهي ثلاثة فهون ضرب عشرة هون ضرب خمسة هون ضرب ثلاثة كمان هون ضرب عشرة هون ضرب خمسة وهون ضرب واحد وبتطلع مجموع النقاط من هذا الذي سيحدث؟ سيكون عطية يحدث على خمسة توضب عشرة لانظام عشرين و effort مجموعة بعد خمسة كانت خمسة ثلاثة خمسة بضرب ثلاثةcalled و cherوه 25 وصله بتدفع مجموعه ثلاثين اربعة وتلاثين نجي على ميربي مير ب ثلاثة ضرب عشرة ثلاثين ثلاثين ضرب خمسة عشرة واحد ضرب ثلاثة طلع ثلاثة أربعين وثلاثة ثلاثة وأربعين بتكون نقاط ميربي طيب هو اللي بس أوجد مجموع نقاط أوجدت نقاط عطية وأوجدت نقاط اللي حصلت عليهم بهذا الشكل تماما أصدقائي اكينجي سوريا قتل ثلاثة وكل تكشندة عنده 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 باب الخروج للمدرسة لكونطا يذهبون يذهبون إلى المطعم صالح صالح و4 أصدقائي و4 أصدقائي يمك يدك ثلاثة بعد أكل ودنجيك طبعا سيدفعون حساب اشيط بايلش جاك بشكل متساوي بايلش ت يعني انه نسي جزدانه هذا صالح فرق تمشتر صار في عندهم مشكلة صار في عندهم نقص فبدون يعودون لانه المفروض انه كل واحد هنا صالح زائد 4 أصدقاء فبيطلعوا 5 أشخاص طيب صالح هلأ ما عنده ما صاري لانه نسي جزدانه ثمانات عيش الأصدقاء البقاء يدفعوا عنه تعالوا نشوف كيف بدون يتفعوا واحد اللي رح يتقسم المبلغ مع بعضهم فهم فرق اتنشتر صار في عندهم فرق صالح هن اركض كشي باش دورت ليرة فاضلة كل شخص 4 ليرات زيادة يعني مثلا انا نحن كنا كل واحد حسابه 10 ليرات 10 10 10 وعنفطة حساب 50 هلأ صالح ما معه كل واحد يزيد عليه 4 كل ميم يدفع زيادة عن حسابه 4 ليرات كل واحد يدفع عن حسابه 4 ليرات زيادة ليش حتى يدفعوا بدل صالح يعني اجرة صالح قسموها بين بعضهم بالتساوي طيب فازلا فازلا فريريك حسابه او ديك ليرات او ديك ليرات غري وفقا لهذا الدفع وفقا للدفع يعني طبل كاتش ليرات حساب او دين مشتر مجموعة الحساب الكل المدفوع كم اذا هلا نرجع نقول صالح زائد اربع اشخاص تمام يعطيني الحساب الكل طيب حساب كل واحد منهم انا ما بعرفه بس هني متساوي يعني كل واحد منهم اخذ ايش او لراك حساب رح يكون متساوي طيب اجه صالح ما عنده جزدان نسي جزدان دي دفعوا عنه كل واحد منهم يعني هنموا اربعة اشخاص الاول الثاني الثالث الرابع كل واحد منهم زائد على حساب اربع ليرات اربعة زائد اربع زائد اربع زائد اربع ليش زائد اربع ليرات لانه هذا حساب صالح كل ليرات يعني هدول اربع زائد اربع زائد اربع زائد اربع انه ايش انه حسابه لصالح لأنه ما معه دفعه عنه وتقسموا أجرته يعني حسابه قسموها على بعض بالتساوي معناته حساب صالح شقدر رح يصير 4 زائد 4 8 زائد 4 2 زائد 4 16 طيب حساب صالح 16 وبما أنه هن الخمسة حسابه المتساوي تمام؟ يعني كل واحد منهم كل شخص بده يدفع 16 ليرة طيب الحساب اللي بدنا نحسبه نحن إنه شقدر دفعوا كلياتهم بنقول 5 أشخاص كل واحد 16 يعني 5 يضرب 16 5 يضرب 16 تعطيني شهد 8 تمام؟ كيف أنا حسبته؟ لأنه هنه كل واحد دفع عن صالح 4 ليرات فحسبت شقد دفع صالح ولأنه الحساب متساوي بينتهم الخمسة فعرفت أنا حساب كل شخص شقدر اللي هو 16 وبعدين ضربت عدد الأشخاص بالحساب الشخص الواحد ويطلع الحساب ويطلع الط spoiled كل الطلب اتقل على السؤال الذي بعده السنان كاردشي هليل دودوندا أنيشندادر يعني السنان لما ولد أخوه خليل كان عمره عشر سنين يعني خليل مثلا هلأ ولد تمام؟ في هاي اللحظة عمره لسه يوم صفر هذا مين؟ هليل سنان كان عمره عشر سنوات ما هي الفرق بين العمرين؟ الفرق عشر سنوات أمي الشيط لسورة أمي كاردشين يشلر فرق كاتش أولور بعد خمسة عشر سنة ما هي الفرق بين عمرهما؟ هنا سؤال ذكي على فرد أنت كان عمرك 11 سنة كطالب مثلا وأخوك كان عمره 8 سنين الفرق بين عمرهما 3 سنوات ثم عمرهما 3 سنوات ما هي الفرق بين عمرهما 3 سنوات ما هي الفرق بين عمرهما 3 سنوات لكي يكثر من 6 سنوات يعني أن كلتك لا تستطرر لا أثن عمرهما 3 سنوات أو بعد ألف سنة، الفرق بين العمرين سيضال عشر سنة إذا يضلوا عايشين لأنه لا يتغير، لأنه سيكبروا لأنه سيكبروا لذلك الفرق لا يتغير، سيضال عشر هذا سؤال ذكي طابل أرن لار وفئات لار يعني أنواع والفئات التسعيرات أرن، إكميك، بير ليرة، سوت، اوش ليرة، تيكولاتا، اكي ليرة، ويانجاك، دورت ليرة وليّ يكار دا، فئات لار وفئات لار أرن لار وفئات لار وفئات لار وفئات لار أخذ من فوق، من هذا الجدول من كل نوع، من كل نوع أخذ تنتين إكميك، أخذ تنتين سوت، أخذ تنتين شوكولاتا، أخذ تنتين ويانجاك تمام، بناقرة، هوليا، أهن، أدى جا، طبلان، مكترة من مجموع ما ستدفعه ستدفعه برين أشردك العملية المعطبة في الأسفل أشردك لاردان هنغيسي إلى إفادة يعني أي من العبارات التي تحدث تحسب لي مجموع ما ستدفعه هلية تمام؟ أنا عندي من كل واحدة تنتين 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 فماذا أقول معناتها؟ سوف أقول تنتين ضرب سيأخذ من هذه من الليرة سيأخذ من أم ثلاثة سيأخذ من تبعية التنتين سيأخذ من تبعية الأربعة تمام؟ سيأخذ عندي ضرب اثنين سيأخذ خاصة النشر سيأخذ اثنين ضرب واحد سيأخذ ثنتين من هدول ثنين ضرب ثلاثة سيأخذ ثنتين ثنين ضرب اثنين أخذ ثنتين من هدول ثنين ضرب أربعة أخذ ثنتين من هدول فمعناتها فعلا هاي العبارة تحسب ليها سيأخذ هاي العبارة أي واحدة من هدول اللي تحت طالما قطعتين قطعتين فثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ما بصير لأنه هيك أصده أخذ ثلاثة قطع ثلاثة قطع ثلاثة قطع ثلاثة قطع إما هاي أو هاي طيب الأسعار اللي عندي كانت ليرة وليرتين وثلاثة وأربعة ليرة تنتين ثلاثة خمسة ما كان في واحدة سعر خمسة بس أربعة تمام؟ معطي الإجابة هي فيها طيب سؤال السادس بركومي سيتاكي طفشان وطفك لارسايسي أوز أوز يعني عندي مجموعة من الأرانب والدجاج عدد ثلاثة طفك لارن طبلام آياق سايسي يرمي ألطة عدد أرجل أو مجموعة عدد أرجل الدجاج ستة وعشرين والدونا غريبو كومستكي طفشان لارن سايسي كاشتر ما هو عدد الأرانب الموجود في هاي المجموعة إذا المجموعة فيها شهاد ثلاثين جزء مننا أرانب طفشان لارنب جزء مننا دجاج طيب أرجل الدجاج عدده ستة وعشرين معناته كم دجاجة عندي الآن الدجاجة كم عجر عنده؟ عنده تنتين تمام؟ ستة وعشرين قدم لو قسمتهم على اثنين بيطلع ايش؟ بيطلع عدد الدجاجة ثلاثة عشر يعني كل واحدة تنتين عنده رجلتين ثلاثة عشر طيب الثلاثين بنشيل مننا ثلاثة عشر شو بيضل؟ بيضل سبعة عشر اللي هو ايش؟ عدد الأرانب بيضل سوف تنتين تمام؟ كولاي بيضل سوف تنتين بيضل السبع نجيل عندي أحمد بي احمد 8 litrelik ve 6 litrelik kovaları kollanarak bahçelerindeki sus havuzunu doldurmak istiyor o 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 امتلق نصف الحافوز كاملا مثلا له هؤلاء السبع مرات من الدلو 6 و 5 مرات من الدلو 8 ملقوا لي النصف طيب اذا بدي املقوا كله فمعناتها بحسب هؤلاء قد وبضرب بثنين يعني انا احتاج معناتها 5 تانية من ال8 و 7 تانية من ال6 فنحن شو بنقول اول شي بنحسب هدول بنضربهم بثنين فبنقول ثنتين ليش ثنين لانه نصين ضرب 5 ضرب 8 زاد 7 ضرب 6 هلا 5 ضرب 8 40 7 ضرب 6 42 هدول بيطلعوا 82 82 لتر هو نصف الحافوز كل الحافوز قدوا مرتين يعني ضرب 2 فبنقول 164 164 لانه نصف 82 فكله 164 164 لتر مثال الاخير او التمرين الاخير مرحوز قدوا هر اي مرحوز قدوا 8 در اي مرحوز قدوا 1 يل من الاخير بيطلعوا اي مرحوز قدوا 3 يعني اتصاب مرحوز قدوا مرحوز قدوا كل شهر او نقول مثلا هو عم يوفر تمام توفير عنده هون هاي توفر لما بيوصل لشهر الثامن بيكون ايش وفر الراتبه هير معاشن سكيز دابيري بتلقين يعني عند الشهر الثامن ايش يوفر مال مقداره يساوي مقدار المعاش معاش شهر راتب شهر تمام طيب بعد سنة معناته مش 8 صار 12 شهر شهر بيكون وفر 1200 ليرة شهر راتبه المطلوب احسب شهر راتبه هلا الثماني والثناش الفرق بين اتون شهر صح اربعة اشهر الفرق بين الثماني والثناش طيب اربعة شهر زاد اربعة اشهر زاد اربعة اشهر يعطينا ايش يعطينا السنة الكاملة فعندي هون هدول ايش اتماني عند الشهر التامن بيكون وفر هو راتب شهر فانا بحسب مثلا بقول الـ 1200 هاي بيقسمها على ثلاثة ليش ثلاثة لانه ثلاثة اربعة بقول 1200 تقسيم الثلاثة بعطينا شاد اربعمية معناته كل اربعة شهر بيوفر شاد اربعمية تمام طيب المعاش اين توفره وفر بعد ثماني شهور يعني بدي يكون اربعمية تمام هون عن هاي رح يوفر اربعمية وهون رح يوفر اربعمية التمنى شهور راتب شهر التمنى شهور شاد بيوفر 800 ليرة معناته راتب الشهري 800 ليرة طيب تعالوا نكمل فعلا بعد السنة بيصير عنده 1200 ليرة طيب الثلاثة شهر البعده كمان رح يوفر اربعمية طيب لو جمعناهم اربعمية زاد اربعمية زاد اربعمية 1200 بيكون بالسنة وفر 1200 صح متل ما هو مكتوب معناته توفير الشهر افوان راتب الشهر 800 ليرة تمام فمعناته هو كل 8 شهور بيوفر 800 ليرة بالشهر معناته عم بيوفر 100 ليرة هو طيب هيك اصدقائي بيكون نحن خلصنا حل التمرينات بنلتقي ان شاء الله بدرس قادم من دروس الرياضيات نتمنى لكم التوفيق الفائد